اهلا بكم الوضع الحقوقي في الجزائر من سيئين الى اسوأ صورة قاتمة دفعت عشرات المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية الى دق نقوص الخطر وتنبيه السلطات الجزائرية الى ضرورة الامثتال للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان للاقتراب اكثر من طبيعة الوضع الحقوقي في الجزائر نصديف من مدينة وجدة عبر سكايب وليد كبير الاعلامي والناشط الحقوقي الجزائري ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية أستاذ وليد اهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا أستاذ رضا تحية لك وتابعي قناة ميديان تيفي ولد ضيفك الكريم مرحبا بك أستاذ وليد ومن ليون شوقي بن زهرة المدون والناشط السياسي الجزائري أستاذ شوقي أهلا ومرحبا بك أسأل غير سريدة تحية لك تحية لكم مشاهدي قناة ميديان تيفي وتحية لك الكريم ومعك أبدأ شوقي بن زهرة يعني لسانة أخرى تتعالى الأصوات المنتقدة لما يقع في الجزائر جزائر ما بعد الحراكة أخرها تقرير الشبكة الأورو متوسطية للحقوق التي تمثل عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية من أكثر من ثلاثين دولة شوقي بن زهرة الشبكة سجلت في تقريرها الأخير استمرار المضايقات مضايقات الشرطة وترهيب النشطاء في الجزائر من خلال متابعة كيف يبدو الوضع الحقوقي ووضع الحريات في جزائر ما بعد الحراك؟ خمس سنوات بعد بداية الحراك الشعبي في الجزائر والمسيرات الضخمة التي كانت بداية من فبراير 2019 الوضع لم يكن بهذه السودوية ربما منذ السبعينات صراحة في الجزائر نحن نتكلم هنا على مئات معتقل الرأي على الأقل 300 معتقل رأي في قضايا مختلفة منهم من تكلم عن الوضع السياسي منهم من يتكلم فقط لمجرد لأن الأوضاع السودوية وصلت إلى درجة أن الكلام حتى في ظروف وفي أوضاع الاجتماعية الكارثية للمواطن الجزائري والتي تعيشها البلاد صار من المحرمات اليوم في ما يسمونها الجزائر الجديدة والتي ليست إلا صورة أكثر سودوية من سابقتها الجزائر القديمة يعني لوضاع حالة الدعر وحالة الرعب التي تملكت النظام الجزائري بخروج المسيرات المليونية منذ فبراير 2019 جعلت النظام وجعلت النظام العسكري الذي كشف عن حقيقته يعني تلك المسيرات أجبرت أنه النظام العسكري يخرج إلى العالم وصارت حتى الاختباء وراء واجهة مدنية صعبة عليه وهذا ما جعلهم اليوم أنه أي صوت أي تعليق أي تعليق في وسائل التواصل الاجتماعي أي كلمة على الظروف الاجتماعية الظروف السياسية أي انتقاد للسلطة تنتهي بك الأمور أنه تختطف أنه تحاكم أن تتعتقل وأنه حتى في كثير من الحالات تتعرض إلى التعديل في ثكانات المخابرات وهذا هو ربما الجديد أيضا في السنوات الأخيرة رأينا شهادات عديدة على ممارسات غير إنسانية تعرضت لها الكثيرون شهادات حتى في المحاكم الجزائرية تعرضوا له ولكن النظام بحكم أنه ليس له إلا هذا الحل بحكم الفشل في جميع المجالات لم تبقى له إلا الآلة القمعية من أجل محاولة التحكم أو السيطرة على الأوضاع طيب وليد كبير في ذات السياق الشبكة الأورو متوسطية تتحدث عن مناخ من الرعب والترهيب وهذا ما أشار إليه قبل قليل شوقي بن زهرة يمكن أن يكون هذا المناخ قاتل بالنسبة لأنشطة حقوق الإنسان في الجزائر أستاذ وليد كبير من خلال اطلاعكم ومتابعتكم ما الذي يعانيه بالضبط المعارضون للنظام الحالي ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر أستاذ ريدال المعارضون للنظام الحالي سواء داخل الوطن أو خارجه يعانون عفوا من كل أشكال الترهيب والقمع إذا تكلمنا على الداخل الآن الداخل حتى أولئك الذين ارتموا في حضن النظام ويروجون له طالهم القمع فما بالك ما يتعرض له الجزائريون الذين وافقوا كلام الأخ شوقي بن زهرة الذي قال هناك لم يتحدث عن السياسة تكلم على معاناة اجتماعية ومعاناة اقتصادية طالهم القمع قلت طال القمع أولئك الذين ارتموا في حضن النظام نعطيك مثل عن نائب برلماني جرد من حصنته البرلمانية لأنه انتقد حجم الفساد المهول في ولايته هذا الترهيب الذي يطال حاليا مجموعة من الجمعيات الحقوقية نخب سياسية فرض عليها التوقيع على تعهد بعدم الحديث يعني هناك أسماء سياسية معروفة لا نراها الآن في الإعلام لا تستطيع أن تتحدث حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني تنفرض عليها قيد وتم قمعها أما المعارضون اللي رأيهم في الخارج فسلط عليهم جيوش من ذباب النظام الحاكم ذباب الإلكتروني الذين يعني ينتقدونهم ويتهجمون عليهم والمعارضين اللي رأيهم في الخارج يطلقوا يوميا تهديدات من قبل أو رسائل تهديد وطبعا هلكم شفتوا آخر خرج لأحد الأبواق الدائمة للنظام الحاكم في الجزيرة الذي دعا على المباشر إلى اغتياله وإغتيال وبماذا تفسرون أستاذ وليد هذه التصرفات من ماذا يخشى النظام الجزائري بالضبط هو طبعا النظام الجزائري يخشى أن ينال أو يحظى هؤلاء المعارضون بشعبية داخل أوسط المجتمع لأن النظام لا يريد أن يرى مشروعا بديلا لمشروعه النظام يخشى من أن تصل هذه الأصوات إلى جمع الجزائريين لينكشف فشله الداخلي وبالتالي فهو ينهج هذه السياسة حتى لا يتمكن أو لا يتطلع أو لا يتابع الشعب الجزائري ما يقوله المعارضون سواء في الداخل وخصوصا في الخارج الذين يمتعون بهمش من الحرية وهذا الذي يؤرق المعارضون